اشتركوا في القناة كانت المقدمة الأقوى للأزمة في الإقليم أعقبها اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران والذي مثل الشرارة الأخطر التي قد تشعل حرباً إقليمية لن يسلم من لضاها أحد إذن طبول الحرب الشاملة تقرع جيوش المتصارعين تحتشد الوسطاء الدوليون يبذلون البساعي للتهديئة في ظل قراءات تشير إلى أن الأوضاع ذاهب نحو مزيد من التصعيد خاصة وأن إيران تقول إنها تسعى لثعرها بالإسرائيل بينما تتأهب الأخيرة للحرب في أكثر من جبهة وتعلن جاهزيتها الكاملة لها واشنطن أفصحت صراحة أنها لن تسبح بتهديد أمن حليفتها في الشرق الأوسط إسرائيل وأرسلت بوارجها البحرية إلى البحر الأحمر والخليج العربي وشرقي البحر الأبيض المتوسط تحسبا لهجوم شامل ومتزامن من مناطق متفرقة في المنطقة في المقابل إيران أعطت أوامرها لأذرعها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق بتوجيه ضربة شاملة ومتزامنة على أهداف عسكرية إسرائيلية حساسة كما أعلنت أن المصالح الأميركية ستكون ضمن بنك أهدافها في حال صدت هجومها على إسرائيل مجلس الأمن الدولي عجز عن احتواء الصراع رغم دعواته البتكررة للتهديئة وضبط النفس إذن الحرب قائمة لا محالة وإطلاق الرصاص الأولى مسألة وقت ووقت قصير جدا لا أكثر ترجمة نانسي قنقر